يا سعد مساكي هل اسمك كريستينا تايم او اسم مستعار لا اسمي كريستينا بس تايم مستعار اوكي ولا يهمك تفضلي كريستينا سؤالك او اختبارك لا اختباري انا حقيقة من العابرين كنت من خلفية اسلامية وبشكر الرب يا سعي اللي قبلني يكون بنت لقلو قصتي شوي طويلة مبعزة فيها تحكيها شوي تفضلي طبعا انا كنت من خلفية اسلامية بس ما كنت يعني الوقت ما كنت من خلفية اسلامية ما كنت دايما ارتحس انه دايما في ظلم دايما المره مثلا مظلوم الطفل مظلوم كل يعني بشكل عام في ظلم مثلا فبعد فترة حتى وصلت انه الحدد يعني وصلت لمرحلة انه خلاص انه شوها الرب الظالم يعني الحدد اخر شيء وانتحرت وصلت للانتحار اطعت شرايين يعني من قلة الايمان ليه انتحرتي كريستينا مثلا الضغطات النفسية اللي موجودة والظلم مثلا تخيلي مثلا لما كنت صليت يجيني مصايب اكتر يعني حص انه رب الاله يعني متحطط علي ولا شو الموضوع فما كنت مؤمنة بالرب ابدا فبعد ما انتحرت تعرفت بعد بشهر بشهرين يعني كنت كتير تعب تعرفت على شخص مسيحي كان يتابع الاخرى شيء فانا صرت تابعه فلما بلشت تابعه حسيت فيه كأنه كنت عمية وبلشوا عيوني مثلا فتحهم شوي شوي صرت مثلا تابع اقرأ اول الشي اول الشي لما بلشت اؤمن بالرب يسوع المسيح اول شي صرت اقرأ الوصايا العشرة اجي قارنة مثلا مع الاسلام مثلا مكتوب عندك مثلا قال الرب يسوع المسيح لا تقتل مثلا بالاسلام قاتل الذي لا يؤمن به وبرسوله هاي مثلا اول وحدة هاي كانت اول مقارنة مثلا لا تزني مثلا مع احترامي النبي محمد مثلا حلل الزواج ثلاث ورباع وما بعرف شو مثلا مقارنة التالتة كانت مثلا لا تنظر الرب يسوع المسيح ولا تنظر بامرات غريبة مثلا مقارنة مع الاسلام احترامي يعني النبي محمد مثلا تزوج كانت في التبني يعني في كتير قصص مثلا كتير قصص لما صرت هيك اربطهم ببعضها وحطهم مع بعضهم اختلاف تجيني صدمات مثلا عرفتي علي كيف نعم مثلا حس المرة المسلمة مظلومة اليتيم مظلوم مثلا الطفل مظلوم مثلا طفل عمره سبع سنين لازم تعلمه الصلاة خمسة مرات وبالعشر سنين تضربه طب هذا الطفل كيف بده ينضرف وين صفت الانسانية مثلا ليه بيضربوه ليه كانوا يضربوكم أنا مثلا لا ما تعنفت لهي الدرجة بس مثلا في عيال تاني قدامي مثلا كانوا يتعنفو ليه شو السبب لازم يصلي بغصب لعنك عمرك عشر سنين بدك ما بدك بدك تصلي بدرب بدرب مثلا مثلا بيقولوا أن الإسلام كرموا المرأة ما شفت أي كرامة وين التكريم إذا جوزها مثلا ممكن يتزوج عليها ممكن مثلا يضربها مثلا إذا مثلا توفى والدها أخوها المفروض ياخد ورطة أكتر منها وين صفى مثلا التكريم اللي كرموا المرأة مثلا بالتبني مثلا بعد ما النبي محمد نزل آية بالقرآن أنه بيحلوا بيصير يتزوج مثلا مرت ابنه بالتبني مثلا من بعدها نزلت مثلا آية قرآنية حرمت التبني يعني حتى اليتيم انظلم بدين الإسلامي الطفل عمره سبع سنين بيتعلم القرآن خمس سلوات ما بعرف كم سلوات خمس سلوات وبالعشر سنين بده ينضرب والمرأة بالحالتين هي معذبة مثلا إذا ما صليتي بدك تحترق ابنها رجهنم كل شي حرام كل شي حرام يعني شوي تاني يعني إذا حتى اللبس كانوا يتحكموا بالمرأة يعني ما بعرف لو يطلع بيضهم الأكسجين مثلا ما ناخده ما كان مثلا بيأسره هاي الأمور هاي الأمور وصلتك للانتحار حسنتي حالك وقتها بدون رجاء حسنتي عم تصلي لها الله اللي ما عم يسمعيك أي الله اللي ما عم يسمعني مثلا ياللي مثلا بيقول النبي محمد كان بالنار ونزل على الأرض شافه شاف نسوان عمين شوه هاي اللي معلقة من شعره ما بدي كمل الباقي يعني شو هالرب مثلا الإله ياللي خلقني وكتب لي كيف عيش وبدو يحرقني أو مثلا أنا بجوز مثلا خلقاني ماني مسلمة من غير دين الرب مثلا خلقني وقاتلي الذي لا يقامنوا بي طب يعني ليش أنت خلقتني إذا بدك تقتلني مثلا طيب شيلينا من الإسلام كم شهر أو كم سنة إليك تاركتي؟ أنا صلي تاركي تقريبا الإسلام حوالي سنة ونص وتعمدت من سنة تقريبا مبروك خلاصك يا حبيبتي الرب يباركي وخبريني بعد معموديتك قبل شوي في واحد سأل من المعلقين قال هل ارتحتي بعد ما غيرتي دينك؟ سألك هذا السؤال شو ارتحت؟ اتخيلوا أنت كنت ولا شي زليل ما حدا شايلك من أرضك الكل عم يدوس عليك بوقت الرب هيك شالك ورفعك لفوق من زليلي لمثلا بنت للرب طبعا حياتي بده تتغير والمعجزات اللي والعجائب اللي عم نشوفه أكيد أكيد يعني ما في شي بيت شبه كل اللي عباضي تغيرت من جوه تغيرت هذا تغير كل شي تغير يعني رب الله حبيبتي وكمان بلشت تابعك أنا طبعا بعد ما تعمدت ما التزمت بأي كنيسة صراحة بس مثلا الرب بعد ما تعمدت فترة أصيرة صرت تابعك مثلا عن طريق برنامجك تعلمت عرفت شو معنات روح القدس يعني كنت ما بعرف شو معنات حس في شي جوه بس ما أعرف شو هو كل برنامج كنت مثلا تصوري كنت تابعك وما في مرة أني طلعت مثلا ما تبعت حلقتك أني مثلا ما استفدت كل حلقاتك مستفد علمتيني أنت أني أعبد الإله الصح الصح الاله رب الاله الحي يلي لا يموت ولا يخيف والعادل رب الاله العادل مثلا قبلك شو ما عاملو فين العالم يا الله حس حالي بس عم انداس هلا بعد ما أمنت بالرب يسوع المسيح مين هادي يلي عادي يسترجي يحكي كلمة معي خلص أنت بنت الملك بعد عندي خوف من شي وبتمنى من الناس كله يلي عندون هيك روح طيبة يطلبوا الرب يسوع المسيح ما رح يخيبون هاد طبعا يلي عندو هاد الاختار كريستينا مانك خايفاني تلعب بوشك أكيد في إليك أهل وإليك ألعبين وإليك عالم وحلقاتي بفضل ربنا مشاهدة جدا فحكما رح يوصل لهم الفيديو مانك خايفاني لا أنا برفع راسي بالرب يسوع المسيح وماني خايفة من شي كمان بيقلك يعني يا علي شو بدي خاف مثلا أنا لسه لو تعطيني مجال أنا عندي حكي كتير مثلا بدي احكي ليش نقلت مثلا ليش صرت مسيحية مثلا ليلي ليش نقلت ليلي ليش نقلت أول الشي يعني لما كنت صغيرة كان عملي تقريبا شي خمس سنين شوفيك لما أنت بتبلشي تامني بالرب تيجيكي رسائل وبعد فترة تعدي بتكتشفي عرفتي علي كيف وصلت الفكرة لما كنت صغيرة تبعت مرة كمان فيلم عن رب يسوع المسيح كان عملي تقريبا خمس سنين كان فيلم كامل كيف مصلب وكيف فكنت تابعه كتير فأهلي يقول لي هذا الشيطان هذا كذب هذا ما بعرف شو من هذا الحكيم بعد فترة كمان كنت مريضة بالمستشفى كنت لحالي فما بعرف هاي بسموها رؤية ولا شو كنت أنا كتير مريضة وكان علي حم يعني هيك عم أرجف تعباني فما بشوف حالي غير حدا هيك كأنه ساحبني وحقني بكنيسة من أقدم الكنيسة ممكن تكون بالدنيا فبيسألوني مين هون فأنا بكون واقفة بالكنيسة مستغربة إنه مين هون طب تذكر كان يقولوا عليه حتى على الرب يسوع المسيح يا ربي سامحني لون عيسى شو ماني عرفاني شو القصة راحت الآن موجهة الأيام لما باكتشف إنه عن دين يعني الإسلامي دين هو لما بيكون فيه دم لما بيكون فيه قتل هذا دين ما نو دين من رب الإله هذا دين شيطاني وفيه كتير إثباتات مثلا يعني صار معي كتير أشياء كتير شغلات مثلا حتى خلتني إني أوعى فتح عيوني عرفتي علي كيف؟ مثل عطيني حب أعرف يعني مثلا بدي شبه لك تشبيه ومثال مثلا مرة من المرات كان في مثلا جارتنا مريضة على أساس لابسة جلني فطلبت مني روح معا عند شي شيخ منشان يقرأ عليها جارتك مسلمة إيه مسلمة فهذا الإنسان يمكن ضل عم يقرأ عليها ما بعشو عم يقرأ عليه شي ست سبع ساعات المرة ما بعرف كيف تتغير وما بعرف شو يصر له آخر شيء آخر شيء المرة بعد شهر توفت ماتت ايه مثلا كتير من الإسلام بيستخدمه الصحورة والمشعوزة كتير يعني حتى في إثباتات مثلا كيف أنا بدي أمن بدين وصدقني هذا الدين من الله إذا هنين بيتعاملوا مع الشياطين مثلا ممكن يجي حدا يقول لك يا كريستينا أنه مو كلهم مو كلهم رحقول ثلاثة أربعهم والربع الثاني مثلا من الإسلام عايش حياته ما بيقرأ كتابه ممكن ما يصلي بس بيعرف عن دين دين السلام تسألي سؤال بيقول لك لا لا يعني أنت برأيك أن الإسلام الطيبين المسلمين خنا نقول الطيبين اللي هنين ما عليهم سحر وشعوزة وكذا هنين ما بيعرفوا دينهم بمجرد عرفوا دينهم صاروا قتلي لكن شو رسالة البدكتوسطية راح الصوت شو الرسالة البدكتوسطية راحة الصورة ولا بعدني موجودة بعدك موجودة معي لأن صوتك عم يطلع عندي شوي سوري متلفك شوي هي أول مرة بطلع علي لا القصة اللي بدي وصلك ياها أنه مشكرا عم يطلع الصوتي ما بعرف وأنا سمعنتك صح تابعي جملتك الإسلام على فكرة هنين فيك تقولي قسمين قسم منه مو دارس ولا بيعرف عن شيء وبيقولك الدين الإسلام دين السلام وعيش بالهلاك والضلال وقسم الثاني أنا بعتبره هو دين سحر ومشعوزة يعني حتى مثلا قبل قبل ما آمن بالمسيح لما اسمع قرآن حس حالي عم اختنق تخاف كيف بيقولوا اللي بيقرى القرآن بيحس بسلام لا أبدا أبدا بيشو بدي حس بالسلام إذا كله قتل ودمن وضرب عاشو بدي حس بالسلام ما كنت قدر اسمع قرآن أنا ما كنت قدر كانوا يقولوا عليها يقليل الدين أكيد أنت فيك شيء بس أنا ما كنت قدر ربنا يثبتك ويبارك إيمانك الحالي يستخدمك مستقبلا لمجد اسمه ويتبارك فيك ويسدد احتياجاتك وما تعتازي حدا يا كريستينا آمين حبيبتي كمان في شغلة بدي ضيفة أنا مثلا كنت قبل يعني لما الحادث كنت كتير تابع الكواكب والأمار والشمس مثلا عندهم بالقرآن بنظرهم أن الأرض سابتة ومسطحة والشمس هي اللي بتدور علميا هذا شيء مو مزبوط يعني حتى مثلا بالكتاب المقدس مكتوب التكوين كله يعني ما أضفوا يعني أول شيء ما أضفوا شيء جديد ثاني شيء يعطوني يعني فيه معلومات غلط يعني ما في شيء أنا أخدته من الإسلام أنا كأنساني استفدت ما في شيء بالعكس دمرنا مع احترامي يعني للناس الموجودة حبيبتي ربنا يبارك حياتك يستخد عندك ولادي كريستينا أو عزبة لا أنا عندي ولادين وإن شاء الله رح يتعمديهم كمان ولا ابني الصغير طبعا اتعمد وهو صغير يعني بعده بس هو طلاب بس لما بده يكبر أكيد بإذن الرب بده يؤمن ويعتمد يعني تعمد ما تعمد هو بكفي معمودية وحدة حبيبتي بس صغير عمره عشر سنين لو كان لو كان خلاص روح القدس ما حل عليه هو بيرافقه بيكمل معه وعلى كبر بيمتلئ بالروح القدس أكتر ما شاء الله تعيشوا في يعني ابني اللي عمره هاد عشر سنين اللي يتعمد مؤمن وبيصلي وبيحب الرب يسوع بيقلي انت تغيرتي عا اي حبيبتي ربنا يباركك كريستينا ويكمل معيك وضلي طمنينا عنك وعن حياتك وعن ولادك حبيبتي تسلميلي يا عمري والربي باركك وما يحرمنا منك حبيبتي تبقي بخير يا كريستينا باي باي حبيبتي سلامة باي باي لا شلو ما اقتنعت مين اللي كتب ريمو كتب شكلك ما اقتنعتي بكلام كريستينا ليه ما بدي اقتنع انا ما حبيت ناقشها حتى ما اجرحكم ما بحب انه والله خي طلعت وحدة كانت مسلمة من قبل يلا ما يقتنسي الفرصة تاعي خليها تحكي اكتر على الاسلام وتبهدل بدينها القديم لا ما عندي هاي الطريقة لذلك بسمع على الآخر وبتمنى للتوفيق احتراما للكون يمكن حدا محلي كان بيعمل معها حلقة مدتها ساعة وبيقعد تحكي لنا تفاصيل وامك كيف كانت ابوك كيف كان انا ما عملت هيك بس ومعنات ماني مصدقتة وماني مقتنعة ابدا عندي من الجرأة ربنا عاطيني اذا ماني مقتنعة بحدة بكذبه وبيقول له ماني مقتنعة فيك